سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا كيجي عاملين ايه رياض الاطفال نافذة الرياضيات الفصل الدراسي الاول وازايك عاملة ايه الحمد لله يا ميس هتبقي شطورة النهارده معي ايو يا ميس النهارده هذاكر معيك العدد ايه سبعة النهارده هناخد العدد سبعة يلا بينا بنعد الاشكال بتاعتنا وبعدين بنكتب العدد داخل المربع عدي كده انا عندي كم اسبع واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة هكتب العدد ايه سبع داخل المربع برافو عليك الله ايه ده شكل ايه ده سبون شبوب بتحبي سبون شبوب ايوة يمين طب يلا بينا عدي معي واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة النهارده هناخد العدد ايه سبعة يلا بينا كده انا وانتي مع بعض نعد من اول السفر يلا بينا سفر واحد اثنين سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة انتي شطورة جدا برافو عليكي وهساعدك النهارده في كتابة العدد ايه سبعة سبعة ويلا بنشتغل على ركن الرياضيات يلا العدد سبعة من خلال البطاقات النقطية سنرسم كم نقطة سبعة يلا ارسيمي معايا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة النهارده اخدنا العدد ايه سبعة سبعة برافو والسبعة بتبص الفوق شطورة انتي جميلة خالص يلا بينا العدد سبعة في اطار الخمسة خانات وهرسم كم اطار اثنين لان كل اطار في كم مربع خمسة خيب انتي النهارده يا ميس قلتي هشتغل العدد سبعة فانا هرسم اطارين والاول اطار في كم دائرة خمسة يلا واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة كملت نقطتين في الاطار الايه الاطار التاني يلا عدي كده معايا ها يلا عدي كده معايا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة برافو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة انت شطورة جدا النهاردة خدنا العدد ايه سبعة برافو عليك يلا بينا وهنمسل العدد سبعة على خط الاعداد خط الاعداد هو خط من اليسار الى اليمين ليس له ايه نهاية وعليه الاعداد الجميلة بتاعتي يلا اقرأي الاعداد بتاعتنا كده يلا سف شطورة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ايه ده يا ميس العدد ده ايه مش عارفة يا ميس العدد ده سمانية وبعد السمانية ايه مش عارفة اش احنا يسخ النهوش برافو تسعة وبعد التسعة ايه عشرة بعد التسعة ايه عشرة بعد التسعة عشرة بعد التسعة ايه عشرة تمام طب احنا النهاردة هنمثل العدد كم؟ سبع هنمثله على ايه؟ على خط الاعداد هنمثل العدد سبع على خط الاعداد طيب برافو عليك يلا بقبنا كده نمثل العدد سبع هنعمل دائرة على العدد سبع برافو عليك يلا نمثل العدد سبع هنمثل العدد سبع ازاي؟ هنعمل دائرة على العدد سبع يلا بينا نمثل العدد سبعة وحطينا دائرة على العدد سبعة طيب السؤال الجميل بتاعنا بيقول ايه؟ اجمع اجمع يعني؟ بذوق النهاردة المسألة جاية لي أفقية قبل كده كنا بناخده المسألة ايه؟ رأسية على السطر يا ميس لأنه النهاردة أنا جاي بالك هو جمع بس بطريقة أفقية لازم تقرأ المسألة وتقرأ رأس السؤال السؤال كان بيقول اجمع اجمع يعني أزود يلا إثنان زائد ثلاثة قلنا أول حاجة بنور الإيه؟ بنور الإشارة أنا هساعدك وهنورك الإشارة العلامة دي اسمها زائد العلامة دي اسمها زائد العلامة دي اسمها ايه؟ زائد العلامة اسمها زائد برافو عليكي يلا بينا ها إثنان زائد ثلاثة يساوي ها حليها يلا أول حاجة حطي الثلاثة في مخي وإثنان على إيدي بعد الثلاثة أربعة خمسة يبقى إثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة؟ آه يا ميس طب أنا مش عارف أنت لسه صغنونة وعايزة تطلعي علي إيديك هنا إثنان وإيديك الثانية ثلاثة عدي كده يلا أطلع علي إيدي إثنان وأطلع علي إيدي الثانية ثلاثة وأعد واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة يبقى إثنان زائد ثلاثة يساوي إيه؟ خمسة نبينا وسفر زائد أربعة هاا هيساوي إيه؟ هيساوي أربعة لما لقي السفر يميسة طيّره السفر فاضي فاضي يعني مفيش حاجة عدّها يعني الأربعة تنزل زي ما هي يعني سفر زائد أربعة يساوي إيه؟ أربعة يلا كملي حل المسائل واحد زائد ستة يلا حليه عشان أجيب للجايزة جميلة أحط الستة في مخي وواحد على إيدي بعد الستة سبعة انت شطورة وجميلة طب لو في واحدة صاحبتك مش عارفة تحطه في مخها هتعمل بالطريقة التانية اللي هي إيه؟ هتطلع على إيديها هتطلع ستة وهكمل بقى لإن أنا صابع إيدي أصلا عشرة فهتطلع ستة وهزود واحد ولما عده كله هيبقى كله كاف سبعة وخليكي فكرة إن المسألة دي مسألة أفقية يعني بالطول إيه رأيكو سؤال الجمع حلو سؤال الجامع طب يلا بينا السؤال اللي بعده بيقول ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي يلا فكرة الأغنية بتاعتنا؟ لا يا ميس أنا تسيت الأغنية ليه بس أنا حساعدك مش مشكلة تفكريني بالأغنية؟ السمكات تماعة بتاكل الكبير وتسيب السغير وقد بعض يساوي برافو عليكي افتكرتها يا ميس افتكرتها مش انت شطورة جدا يلا بينا سبعة يا ترى يا هل ترى هي أكبر ولا أصغر ولا يساوي السبعة؟ لا انت شطنا يا ميس أدي بعض يساوي بعض يبقى الواحد أصغر من ثلاثة؟ يبقى واحد أصغر من ثلاثة؟ ايه رأيك في السؤال ده جميل؟ جميل وسائل قوي لو روحتي البيت هتعرف يتحليه؟ ايوة يا ميس ومعدنا مع السؤال الايه؟ المتفوقين سؤال المتفوقين وهستنى إجابتكم والسؤال هساعدك في قراءته بس ده علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي ومستنية تعليقاتكم وهجبلك جايزة جميلة وقول لهم باي 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 اشتركوا في القناة